ليه ربنا عايزنا نتعرف عليه؟ ليه ربنا عايزنا ندخل في علاقة معاه ونعبده ونتكلم معاه في الصلاة ونسمع كلامه في الإنجيل؟ في الحقيقة لما قعدت أفكر في السؤال ده قلت ده كان مفروض يكون العكس لو إن الله لم يهتم أن يعرفنا بذاته وما كانش بيطلب إن احنا ندخل معاه في علاقة أو نعرفه أو نتعامل معاه كان مفروض البشر يتساءله من هذا الإله المتكبر المتعالي اللي بيتجاهل وجودنا كأننا مش موجودين؟ هو ليه مش بيكشف ذاته لينا؟ هو ليه مش بيتعامل معنا؟ هو ليه مش مدينا فرصة نتكلم معاه؟ أنتوا تلاحظوا أن أحياناً لما يكون فيه إنسان كبير وزير أو مدير أو محافظ ومدي فرصة أن الناس تتقابل معه ولو مرة في الأسبوع يقولك اليوم المفتوح للمواطنين والناس تروح تقابلوا تكلموا في مشاكلها الخاصة ويحل المشاكل ويقوله طب خد رقم تليفوني وتابع معايا وأنا هرد عليك نقول إيه الراجل العظيم ده؟ لكن لو أنت عندك احتياج من حد كبير وعدت تهاتي وتصرخ ولا حد سمعك أنت بتتساءل لماذا هذا التجاهل؟ ليه الكبرياء ده؟ ليه التعالي؟ ليه الناس دي مش واخد بالها من المواطنين؟ فإحنا كان مفروض يكون السؤال عكسي لو أن الله ما كشفش ذاته لينا وما طلبش أن احنا ندخل معاه في علاقة نقول هو مش ربنا خلقنا كائنات عاقلة وحرة طب ادنا العقل ليه؟ لو هو ما كانش عايزنا نعرفه أو نتعامل معاه عشان كده هرجع تاني للسؤال لماذا مطالبين إحنا أن ننشئ علاقة مع الله؟ في الحقيقة أن صلاح الله ولطفه وتعطفاته الجزيلة وتواضعه هو ده اللي خلاه يعرفنا بذاته لأن احنا في الحقيقة إيه بالنسبة لله؟ لو الواحد عرف معلومة كده من في علوم الفضاء أن الأرض الكرة الأرضية عبارة عن نقطة في الفضاء في مقاييس معينة النقطة دي تبقى مش بينة مش بينة يعني عامل زي مثلا إيه لما يكون أنت ساكن في شقة كبيرة في وسط عمارة عالية وبعدين أنت راكب طيارة وعارف العمارة بتاعتكم من فيها فيه إعلان معين فالطيارة وهي معدية من مطار القاهرة كده أنت شايف العمارة بتاعتكم لكن كل ما تعلق الطيارة العمارة دي بتختفي تبقى في وسط كل العماير مش بينة وبعدين تطلع تاني تلاقي كل القاهرة دي ما بقيتش بينة في الخير بقى الكرة الأرضية بكل من عليها وما فيها بيقولوا كده انفيزبل يعني مش مرقية في اسكيل معين كون الفسيح اللي ربنا خلقه ده شيء أعظم مما نتخيل طب ميجي ميني الإنسان؟ من هو الإنسان حتى أذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ مين الإنسان اللي عمل زي النملة أو أقل عشان الله يعرفنا بذاته ويطلب أن احنا كمان نتكلم معاه هذا كله هو صلاح الله صلاح الله يعني خيريته ولطفه وتعطفاته الجزيلة والتضاعه فهو عايز يعمل معنا علاقة لأنه إله جميل وهو دايما المبادر بالتكلم مع البشر وتعريف نفسه ليهم شوفوا في إنجيل مرقوس يقول إيه أقام اثنية عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا لحظوا النقطة الأولى اختار الاثناشر دول نمرت واحد عشان يكونوا معاه ونمرت الاثنين يرسلهم ليكرزوا بإيه؟ إنهم يقولوا الناس عرفوا الإله ذوقوا وانظروا ما قطي بالرب طيب هل دا شيء يهم ربنا؟ أه طبعا الله بيحبنا الله بيتعامل معنا كأكينات حية عاقلة لنا وجود ولنا اعتبار ولنا إيمة لو هو تجاهل وجودنا كان هيبقى بيحتقرنا وكنا احنا نحتاج فأنا مش شايف أي سبب وجيه لتساؤل الملحدين ليه احنا نعرف ربنا ولنا نتكلم معه بالعكس الله دايما يتعامل مع البشر على أنه هم كائنات تستاهل أن يتعامل معها ترجمة نانسي قنقر